أنا بس دار أزيد كلمة في الجريدة دي وهي عبارة عن وثيقة للترابي ودي شهادة من الترابي على نفسه بالكفر طبعا والله الذي لا إله غير لما قال وكشف الترابي عن مشاعر الكراهية كشف براه كشف ونحن لابد نكشفك شان نتم ليك الكشف حقك ده قال وكشف الترابي عن مشاعر الكراهية التي كان يحملها لتطبيق الحدود الزلد لا لقى يهود يكرههم لا لقى العلماني يكتنوا ولا لقى ليه يخي ان شاء الله تلقاليخ خنزير تكرههم أكره أي حاجة تستحق الكراهية تكره حدود ربنا سبحانه وتعالى قال وكشفه وده يدل على انه كان شنو منافق كان منافق ده شهد على نفسه بالنفاق قال وكشف الترابي عن مشاعر الكراهية التي كان يحملها لتطبيق الحدود وقال كنت أكره الحدود ومنظر اليد وهي تسيل بالدم كان بكره شنو الحدود حدود ربنا سبحانه وتعالى بكرهها ده مسلم ربنا عز وجل قال في صورة محمد إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأم لا لهم إن الذين ارتدوا خد بالك على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى قال لك ده كان داسية وده طبعا لاقى العلم الكبار ترابي ده شيخ ابن باز وكان بمشي ينزل الأمراء والعلماء هناك في السعودية ويمشي يتسول هناك ويسألهم يقول لهم نحن عندنا مشروع إسلامي وكذا وكذا ويدف الأموال وشغال في الباطل حقه ده بيشغل حق النفاع ربنا قال الشيطان سول لهم وأم لا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا هم مش كرهوا هم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة ده على الموت وده فيه إثبات عذاب القبر يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم لقاك بلادة أكتر من دي ده بلاو اعترف على نفسه بيشنو بالكفر والنفاق الأكبر المخرج من الملة